السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم بالدرس جديد نتكلم في هذا الفيديو عن demonstrative pronouns demonstrative يعني إشارة pronouns ضمائر أو نترجمها أسماء أسماء الإشارة أو ضمائر الإشارة مثل عدنا باللغة العربية هذا هذه هؤلاء تلك أولائك ذلك وهكذا أيضا باللغة الإنجليزية عدهم أسماء إشارة باللغة العربية عدنا العديد من أسماء الإشارة باللغة الإنجليزية أربعة فقط عدنا this these that those إذن هذه أسماء الإشارة أو ضمار الإشارة this these that those لاحظ بالنسبة لترجمتهم this هذا هذا هذه هذه these هؤلاء هاتان هذان that ذلك تلك those أولائك this هذا وهذه بالعربية في عدنا كلمتين هذه للمؤنث هذا للمذكر باللغة العربية إذن اثنين بالإنجليزي فقط this تعبر عن هذا وهذه هذا كما قلنا المذكر male male مذكر مؤنث female 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 مؤنث اللحظ نفس كلمة male فقط وضعنا fe نفسها مذكر مؤنث this these ترجمات هؤلاء هاتان لي أيضا هاتان مؤنث هاتان الفتاتان هذان مذكر هذان الولدان لاحظ نفس الكلمة إلى هذه الترجمات ومع المذكر ومع المؤنث ذات ذلك تلك إذن ذلك الولد تلك الفتاة أيضا مذكر مذكر male female مؤنث those أولئك أولئك الأولاد أولئك الفتيات وهكذا إذن نلاحظ أول معلومة لازم نعرفها demonstrative pronouns female male female مؤنث male مذكر للمؤنث والمذكر النقطة الثانية اللازم عرفها في عدنا شيء يستخدم قريب near from the speaker يعني قريب نمتكلم near نحفظ الكلمة هذه near قريب far بعيد far بعيد إذن near قريب far بعيد الشيء الثاني لازم نعرفه singular singular مفرد plural 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 جمع يعني أسماء الإشارة هذه لازم يكون مفرد قريب لاحظ هذه singular near يعني مفرد قريب this is a flower إذن هذه زهرة لاحظ قريبة تكون أكبر دائما القريب يكون كبير أيضا لاحظ that singular far يعني مفرد أيضا مفرد بعيد that flower is small يعني تلك الزهرة صغيرة أو that is a flower تلك زهرة لاحظين بعيدة لاحظة هذه قريبة كبيرة الصورة أو الرسمة هذه صغيرة معاتوا بعيدة بس مشان مجرد أنه تكون المعلومة أوضح إذن نعيد singular near مفرد قريب نستخدم this قريب لاحظ singular far مفرد بعيد نستخدم that تمام now plural near مفرد جمع قريب إذا كان شيء جمع يعني الجمع بالإنجليزي أكثر من واحد بيكون plural إذن جمع بالعربي فيه مفرد مثن جمع بالإنجليزي خلاص مفرد أكثر من واحد على طول يكون جمع نلاحظ these جمع قريب نلاحظ هنا one flower here three flowers إذن ثلاث زهرات لكن شو قريبة عدنا نلاحظ حجمه كبير إذن these are flowers those plural far جمع بعيد اللحظ are flowers تلك زهرات إذن بعيدة بل مختصر this مفرد قريب شيء قريب مني هذا أو هذه these جمع قريب هؤلاء هاتان هذا طبعا هاتان وهذا إذا كان مثنى that مفرد بعيد ذلك تلك those أولئك تلك جمع بعيد لحظ بمثال أول this is a nice cat هذه قطة جميلة طبعا يمكن شخص يكتب هذه قطة جميلة خلاص يقول this هذه a nice cat قطة جميلة لكن الجملة هذه خاطئة لماذا؟ لأن كل جملة بالانجليزي يجب أن تحوي على فعل الجملة الما فيها فعل جملة خاطئة مع this وذات نستخدم are is are is are is بمعنى يكون are مع الجمع is مع المفرد is مع المفرد وننتبه دائما إذن are ones is one وممكن شخص بيسأل am am بالانجليزي ما لها شغل أبدا فقط تأتي مع i فقط i am أنا أكون غيرها ما تشوف am أبدا إذا شفت am بالانجليزي يجب أن يكون قبلها i لكن نستخدم is is are يجب أن يكون فعل واضح مثل eat drink go إذن الفعل هذه قطة جميلة الجملة ما فيها فعل معاته لازم نستخدم فعل كون ياما is ياما are this is يعني هذه تكون قطة جميلة أو ممكن الجملة نفسها طريقة ثانية this cat is nice هذه القطة جميلة نفس المعنى هذه القطة تكون جميلة يجب أن نضع فعل كما قلنا أيضا ننتبه a يعني one بمعنى one إذن واحدة قطة واحدة لاحظة جميلة بعدها that is a big tree تلك تكون شجرة كبيرة that بعيدة عنا أو ممكن نستخدم that tree is big تلك الشجرة بعيدة نفس المعنى تماما أيضا a بمعنى one نلاحظ نفسها بس this قريب that بعيد بعد this و that نستخدم is these are smart students يعني هؤلاء يكونوا طلاب أذكية لن نقول these smart students يجب أن يكون هناك فعل في الجملة لاحظ لا يوجد فعل يأكل يشرب بنا مع تماما نستخدم مباشرة كما قلنا is are بالجمع نستخدم are بالمفرد نستخدم as these جمع نستخدم معها are these are smart students إذن هؤلاء يكونوا طلاب أذكية أو نفس الجملة هؤلاء الطلاب يكونوا أذكية those are beautiful birds those birds are beautiful أولئك أولئك يكونوا طيور جميلة أو نفس الجملة those birds لاحظ are beautiful يعني أولئك الطيور جميلة طيور بعيد إذن نستخدم those students طلاب قريبية نستخدم these نريد أن نشكل سؤال سهل عدنا this is these are that is those are فقط نضع is في دات الجملة يعني this is تصبح is this these are تصبح are these that is تصبح is that those are are those إذن فقط نضع is في بداية الجملة ونترجم is هل this is a car هذه تكون سيارة لكن حب العرب ما نقول هل تكون سيارة هذه سيارة كما نقول نستخدم is لأنه مفرد this is a car هذه سيارة نريد أن نشكل سؤال فقط نضع is في بداية الجملة تصبح is this a car هل هذه سيارة بشرة أجاوب يما يكون yes أو no دائما بعد yes كما فاصلة يعني بالأخير فرصة بنقطة بدأ car نستخدم it الضمير it رجع نضع is بعد it لا نقول yes a car is yes yes this a car نكتب yes it is أو إذا جابة مطولة yes this is a car هذه إجابة قصيرة نستبدأ car بالضمير it تصبح yes it is نفس is بس حطناها ببعض it واستبدأ car بالضمير it no it isn't كلا لا تكون سيارة these are cars هؤلاء يكونوا سيارات فقط نضع are في بداية الجملة are these cars هل هذه أو هل هؤلاء سيارات أيضا بدال cars نضع الضمير they yes كما بعد فاصلة فلا ستق إذا نرجع أيضا بعد they yes they are no they aren't that is a table تلك تكون طاولة نريد نحاول سؤال فقط نضع is في بداية الجملة دائما الجملة التحتوي أو am is are فقط نضع في بداية الجملة اثناء السؤال إذن تصبح is that a table نضع question mark هل تلك طاولة الإجابة يكون yes نضع كما no كما فلستم فلستم أيضا table نستبدلها بالضمير it والرجع is بعد it تصبح yes it is نعم إنها طاولة يعني إنها تكون يعني إنها طاولة no أيضا مثل الكلام بس نضع it تصبح no it isn't المثال بعده those are stars أولئك نجوم أو تلك نجوم كما نقل نفقد نضع عرف بداية الجملة are those stars نريد أن نجوب أو نجيب stars نستبدل بالضمير they نضع yes كما no كما 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 أيضا بس نضع are بعد they تصبح yes they are no they aren't طبعا نحن ممكن نختصر is not نختصرها ب isn't نحذف حرف أو نضع أبصر فاصلة علوية are not نختصرها aren't أيضا نضع بدل أو فاصلة علوية are those stars هل أولئك نجوم yes they are نعم تكون نجوم يعني no they aren't كلا لا يكون كيف ننفي الجملة فقط بعد is نضع not is not are أيضا نضع not aren't بهذا الشكل هذا this is a fish هذه سمكة نضع this isn't إذن بس نضع isn't a fish تصبح هذه ليست إذن ترجم isn't ليست سمكة ليست these are some pins هذه تكون بعض الأقلام أو أقلام these are aren't some pins هذه لاز أكون بعض الأقلام بهذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا عن demonstrative pronouns أسماء الإشارة تكلمنا عن this that these those وكيف نشكل سؤال الأسماء وكيف ننفي الجملة أتمنى قدمت شيء للفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو يصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله